اشتركوا في القناة اعتبار يوم 15 أيلول مثل اليوم الجمعة اليوم 15 أيلول اعتبار يوم 15 أيلول من كل عام يوم عالمي للديمقراطية ودائما نحن أهل العراق عندما يأتي ذكر الديمقراطية تثير فينا شجون والبعض مننا ربما يحس بالحريق في داخله إذا ما تذكر الديمقراطية لأن ما شهدناه في العراق منذ عام 2003 من عام احتلال العراق لحد الآن صراخ مستمر بالديمقراطية الحديث عن الديمقراطية لا شيء يعلو فقط ديمقراطية ومفهوم الديمقراطية غائب تماما والديمقراطية غائبة تماما على العراق ويدعون وجودها ويدعون أن العراق ديمقراطي عموما يعني هذا اليوم العالمي للديمقراطية الأمم المتحدة قالت هذا اليوم نحتفل به أو اختارينا لهذه المناسبة احتفال به يوم 15 تعزيز مبادئ ديمقراطية والتمسك بها وشنه مبادئ ديمقراطية أن تحترم الرأي لآخر أن تحترم حقوق الإنسان أن تحترم حقوق الإنسان في الحياة والتعبير والرؤية والعبادة كل ما يخطر في بالك وأن تعطي فرصت لكي يعبر عن رأيه وتحترم رأيه وتحترم نسبة رأيه عندما تكون أعلم من نسبتك وهي الحياة الحاكمة وتدعوى للسلطة بشكل بشكل انسيابي وشفاف جزء من الديمقراطية والديمقراطية في الأساس ثقافة أن تستمع للآخر جيدا وأن تحترم رأيه الآخر وأن تحترم حدود الآخر وأن لا تعتدي عليه ولا تعتدي على حقوقه ولا حدوده هذا جزء من الديمقراطية وهذا الديمقراطية تربية مجتمعية تربية تبدأ منها بناء تراكمي ليس هكذا لا تجينا معلبة باكيتات جايبناها الأمريكان وقال لون هاي الأحزاب ديمقراطية أحزاب ما لا علاقة طائفية شن علاقتها بالديمقراطية حزب الدعوة والمجلس الأعلى وما أدري منه مقتدر شن علاقتهم بالديمقراطية ما علاقة الطائفية بالديمقراطية لا تأتي على سطح الواحد. الديمقراطية والطائفية ما يجنسوا. لا يمكن. فشون علاقتهم بالديمقراطية؟ بالتالي يتحدثون عن مفهوم غائب غير موجود في العراق. يعني هوين المجتمع اللي اللي تقبل الديمقراطية هاي مالتكم اللي جبتوها معلبة جابوها الامريكان ويبساطيلي الجنود اللي احتلوا العراق وهللتوا لهم واعتبرتهم جوش تحرير وجابوها لكم الديمقراطية. وين هاي الديمقراطية؟ هاي الديمقراطية تختصروها بصنادي الاقتراع المزورة اللي يسوون انتخابات مزورة حتى يفوز الفلاني الفلاني ومرتبة والاعداد مرتبة والاسماء مرتبة ومن سيفوز من قبل شهور عديدة. اي انتخابات والشعب العراقي يعرف هذه. اي انتخابات يعرف من سيفوز ومن هم الاشخاص الذين سيفوزون. واذا ما حدث اختلاف معين في نتائج معينة تصحح بطرق اخرى. ونعود مرة اخرى يمكن الحديث عن عام الفين وعشر عندما حصلت انتخابات وقالوا انتخابات ديمقراطية وفازت بها العراقية يعني يعني رئينا واحد في كل قوى العملية السياسية. لكن انفازوا وهم قالوا انفازت القائمة العراقية بزعامة ياد علاوي. واذا في المحكم الاتحادية ما اعرف منه. طلع قرار قالت لا. الكتلة الاكبر او الكتلة الاكبر او الرقم الاكبر هو الذي يشكل بالانتخاب يعني بالبرلمان. مو بالانتخابات. اول مرة تسمحها بالدنيا. في كل العالم تجري الانتخابات. من اللي يحصل على اكبر رقام اكبر رصيد من عدد المسوطين هو الفاز ومن الشكل الحكومة. لأول مرة في العراق تحدث هذا. وامريكا سكتت عن هذا. وبرطانيا سكتت عن هذا. وبالعكس شجعت علي او اعادة ونور المالكي للحكم. هذا ما يحصل. فاي ديمقراطية تتحدثون عنها وانتو تقمعون الناس وميليشيات بالشوارع وعصابات. وانتهاك حقوق الانسان. ويطلعون الناس متظاهرين في عام الفين والسلسلتعش وقبلها بكثير. تضربوهم بالرصاص وتقول لنا طرف ثالث ومعرف منه. اولي حد الان الطرف الثالث ما تقولوا لنا من وين. وشعارات الطرف الثالث معروفة هو اللي يشكل الحكومة اليوم. وعام الفين وعشرين عندما سويت انتخابات الفين وعشرين واثنين وعشرين. العام من سويت انتخابات. اه. وفازوا بيها. مشاركوا يعني خمسة وثمانين بالمئة من العراقيين. آخر انتخابات. خمسة وثمانين بالمئة من العراقيين. عاقبوا العملية السياسية وعاقبوا قواها السياسية. مشاركوا بيها. وكان يوعي برؤية صادقة. واللي شاركوا بالانتخابات اقل من الخمسة عاش بالمئة. ومن هذي الخمسة عاش بالمئة. التيار الصدري اللي قالوا فاز بيها. اكبر كتلة فازة. وانسحبوا. فمن شكل الحكومة? شكلت الكتلة القسرانة. الخاسرة اللي هما الاقلية. لكن مع ذلك قالوا انه هذه الحكومة هذه تمثلة والعراقيين انتخبوها. وامريكا ايدتها بورقياتها. والسفيرة باركت لهم. والخارجية الامريكية باركت لهم. وبريطانيا باركت لهم. والكل بارك لهم. وفرنسا والدنيا والعالم وايران صفقت لهم. واختاروا محمد الشيع السوداني. رئيسا للوزراء. وقالوا انه هذا الشعب اختاره. وهذا معجزة. واحد طلع يعني كثيرين طلعوا. قالوا هذا يعني رب العالمين سبحانه وتعالى طانيا يعني عطية من عند حتى ينقذ العراق. واذا بنا من كارثة الى كارثة. والحديث عن الديمقراطية ما زال مستمرا. والتهجير والقتل والمغيبين والنازحين والمهجرين والمستولين على بيوتهم والمستولين على مدنهم والتحكم بكل شيء والقضاء المسيس وال والفوضى السياسية والاقتصادية والفساد والخراب والسرقات والنهب. وما زال يتحدثون عن الديمقراطية. اي ديمقراطية لا تعرف. وما زال يتحدثون عن انتخابات قادمة يسوه المجالس المحافظات واضح المال السياسي ومال الدولة كيف يتحكم بها ومن هي القوى التي تتحكم بها ومن هي التي تدفع بها وما الذي يريدونه من ورائها يريدون السيطرة على الكل. والناس في حيرة. والناس لن تشارك. والغالبية العظمى اذا كانت 85% اكثر من 90% راح يشاركون. لكن مع ذلك راح يقولون ان الشعب العراقي شارك واي ديمقراطية وحرية. وهذه الديمقراطية التي يقولون انها يحتفون بها منذ عام 2007 لحد الآن لتعزيز مبادئ ديمقراطية مبادئها. والتمسك بها والعراق. وشاهدتم يعني اليوم بيانات اللي صدرت من فلان وفلان مسؤولين. يعني الابتهاج والاحتفاء بالديمقراطية التي في العراق. مع الاسف الشديد. هذا وضع العراق. وهذا وضع الديمقراطية في العراق. وقت هذه الحلقة انتهى عزا المشاهدين اترككم بخير والتقيكم في حلقة اخرى. الى ذلك الحين استودعكم الله. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة